أنا الحقيقة كمان اللفت نظري فاندم فكرة وجود تنوع الأزواء كمان يعني احنا في وقت من الوقت ما كناش نتوقع احنا عارفين الفناني اما اللون أو التربي أو حتى يمكن الشعبي اللي احنا متعرف عليه بالنسبة لنا لكن حتى احنا دلوقتي شفنا انه مهرجان بيرضي كل الأزواق مع كمان الحفاظ حتى على الهوية المصرية وعلى ما يليق باسم مصر ومهرجان العالمين الجديدة في دقة عالية جدا في اختيار الفنانين اللي موجودين في المهرجان شايف حضرتك او بتقيم مدى دقة اختيار الفنانين اللي احيوا حفلات في مدينة العالمين الجديدة ازاي لو اتكلمنا على المستوى المصر ازاي ما حضرتك تفضلتي وقلتي فكرة تنوع الأزواء او هذا الزخم علي الحجار ومتحة صالح لهم ومحمد بنير لهم جمهور خاص جمهور نوعي مختلف تماما عن جمهور احمد سعد عن جمهور تم الحسني عن جمهور كل الفنانين العرب عن جمهور ويجز ويجز عندنا كان ليه حفلات فانا عندي اندر جاوند موجود مسار اكباري كمان كل الثقافة والفن موجودة بكل تنوعاتها ويناسب كل المتلقي اي متلقي هيلاقي ما يناسبه حتى الاطفال كان معمول حسابهم يعني فكرة ان بقى فيه راحة فيه الجمهور يبقى مبسوط وهو معاق ابنائه انه يلاقي كل شيء متاح التنظيم الاكثر من رائع بنشكر طبعا المتحدة على تنظيم غير عادي وغير مسبوق ان انا اشوف هذا التنظيم مفيش اي نقطة ممكن او اي صغرة ممكن تتخيليها هناك اجابة على كل سؤال محتمل قد يطرق لاي متلقي او لاي شخص من الجمهور هناك دائما اجابة جاهزة وهناك دائما استعداد لاي طارق في الحفلات وتواجد يعني ما كانش فيه حد بيدخل ودي شهادة الحقيقة ما فيش حد كان بيدخل بيبقى عنده مشكلة او تساول او مش عارف يروح فين او يدخل منين او يعمل ايه ما كانش على طول بيلاقي حد جنبه من طبعا المتحدة او من POD عشان يقدر ان هو يرشده ويساعده ويسهله الامور طبعا الجايد كان موجود في كل مكان يعني فيه ارشاد في كل مكان طيب اشارم الشيخ والغرداءة يعني في بداية ظهورهم تبارت السينما المصرية في اظهار مفاتنهم وجملهم وجمل الميا والدايفينج الوالتة الغووز تحت الميا والشعب المرجانية وشوفنا افلام كتير من اول جزيرة الشيطان ووصولا لافلام التسعينات والالفنات ما صفتك نقد فان تعتقد ان السينما بحاجة لترجمة هذا الامر السينماية في العالمين تحديد القصور في العالمين طبعا اه طبعا محتاجين ده تماما يمكن فكرة احنا في فترة من الفترات كانت الدراما كنا بنقول انها دراما شارع او دراما القصور دراما الطبقة دراماة اسامة انا روكاشا ودراماة هونم جاردين سيتيو دلوقت احنا عندنا اماكن تسمح بانتاج دراما جديد انتاج سينما جديد يمكن السينما اكتر او اكثر قربا واكثر تنفيذا لفكرة التوجه الى العالمين عندنا كامل ابو عالي متخصص في القصة دي طبعا طبعا فانا عندي فكرة التصوير شواطئ موجود تحت الماء موجود المكان يسمح يعني احنا من عشر سنوات فقط كنا ممكن نتحرك من اسكندرية الى مرسى مطروح الرمال واللون الاصفر هو المسيطر حاليا لا يوجد شبر واحد هناك ممكن تشوف فيه اللون الاصفر على مدار الطريق كاملا لا يوجد شبر واحد هناك فيه صحراء على الجانبين مش على الشاطئ فقط يمكن احنا غيرنا فكرة ان الساحل الشمالي وجهة الثلاث شهور بتعصيف حاليا العالمين هي قبلة المصريين في الفترات القادمة للسكن وليس ليه الثلاث شهور فقط يعني احنا خلال العام هتبقى العالمين كمبلتلي مسكونة ومأهولة بالسكان مش مأهولة بالمصطفين فقط صحيح وده يمكن ده كان اصلا يعني من اهم اهدافها كمان في البداية